انطلق تدريب ابدأ مشروعك بمقر وحدة خدمة التطوير لريادة الأعمال المركزية بالهيئة الإنجلية وذلك بمشاركة 15 متدريباً وذلك في إطار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المجتمعية وفي إطار التعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجلية انطلق تدريب ابدأ مشروعك بمقر وحدة خدمة التطوير لريادة الأعمال المركزية بالهيئة الإنجلية وذلك بحضور 15 متدرباً بهدف مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو تنمية مشروعاتهم الهيئة بتهتم كتير جداً بالشباب والعمل مع الشباب خاصة فيما يخص الجزء الاقتصادي فمن فترة أجينا أنشأنا واحدة لريادة الأعمال والواحدة تهتم كلها برواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إحنا هنا في واحدة خدمة تطوير ريادة الأعمال بندرب أصحاب المشروعات على تدريبات كتير منها تدريب ابدأ مشروعك اللي هو شغال حالياً دلوقتي عملنا التدريب ده أكتر من مرة فيه بيتم تدريب المستفيدين على دراسة الجدوة التدريب يشمل مساعدة المشاركين على تجهيز أفكار لنماذج مشروعات وكيف يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلى جانب العمل على تصويق هذه المشروعات ودراسة السوق المحلي ومعرفة المنافسين وذلك بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمال الحر التدريب فكرته إن زي المشروع بتاعي إزاي يكون بسطنا فوق إزاي يعرف أجيب الخمان بتاعتي حدد رأس المال إزاي يكون بعمل دراسة جدوة للمشروع إحنا بندرب حالياً إبدأ مشروعك اللي هو بيعلمناه إزاي نعمل دراسة جدوة للمشروعنا إزاي نفرق بين المصروفات والإرارات إزاي نفهم إن فيه مصروفات لمشروع ومصروفات لبيت ونقدر نفصل بين الاتنين صراحة التدريبات فرقت معنا كتير أول حاجة تدريب خدنا هي إبدأ مشروعك اللي عايز يبدأ مشروعه مش يبدأ كده وخلاص تلقائي مع نفسه لأ فيه قصص وخطط بيحطه هنا إزاي نبدأ مشروعنا صح إيه الحاجة اللي إحنا والإمكانيات اللي إحنا نبتدي بيها عشان واحدة واحدة نعلى هم بيعرفوني إزاي أبدأ المشروع من البداية وبدون تدريب هنا كويس وبعملوا لي فيه دراسة كده ولا إن أنا إزاي أبدأ المشروع بداية وإزاي أسهوأ فيه وإزاي أكبر ونكاه تعاون مستمر بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع أشكاله والمساعدة الاجتماعية المختلفة للمواطنين جلمين إبراهيم التلفزيون المصري